مزيد من التصعيد تسلكه واشنطن تجاه ايران وميليشياتها في المنطقة فبعد ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب بدأت الولايات المتحدة تلاحق الانشطة الخارجية وخصوصا التجارية لذراع ايران في لبنان ميليشيا حزب الله شبكة شمس اللبنانية على قائمة الارهاب الامريكية بتهمة نقل ملايين الدولارات شهريا من عائدة المخدرات وتمويل ميليشيا حزب الله صحيفة جلوبال نيوز الكندية اوضحت ان امريكا تمكنت بالتعاون مع اجهزة مخابرات دولية من تفكيك شبكة مرتبطة بعصابة كولومبية احد اطرافها شبكة شمس اللبنانية وتعمل على تهريب اموال بملايين الدولارات من اجل تمويل انشطة حزب الله العسكرية العقوبات الامريكية الجديدة تأتي في ظل ازمة مالية خانقة تطوق الحزب وداعميه فهذا الحزب يحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى الاموال لاسكات عائلات المجندين الذين ارسلهم للقتال في سوريا وتمويل انشطته الارهابية خصوصا بعد تضييق الخناق على ايران المحاصرة باستراتيجية امريكية تحد من تحركاتها في المنطقة وبعقوبات اقتصادية تثقل ازماتها الداخلية وبالتزامن مع التحركات الخارجية لمحاصرة شبكات حزب الله تعمل الادارة الامريكية على تضييق الخناق عليه في الداخل وذلك عبر مواصلة دعم المؤسسات اللبنانية لتقوية الدولة واضعاف هذه الميليشيا شرائح ودوائر سياسية واقتصادية اللبنانية يبدو انها بدأت تأخذ مسافة من حزب الله وتتبرأ من اي علاقة معه حيث توجه وفد برلماني اللبناني الى واشنطن للقاء المسؤولين الامريكيين والبحث معهم في مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي اللبناني ولا يستبعد مراقبون ان تكون مهمة الوفد الاساسية توضيح موقفه مما يجري واقناع الادارة الامريكية بعدم شمولهم بحزمة عقوباتها ضد حزب الله اطراف بدأت تدرك ان المراكب الايرانية مصيرها الغرق في حال صدقت الادارة الامريكية فيما تعلنه تجاه طهران وترجمت تحركاتها الى عاصفة قد تكون مدمرة